بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأحبة الكرام البررة مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نتواصل فيه خلال هذا الشهر العظيم الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان محاولين أن نحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أحبة الكرام ما زلنا مع هذه السلسلة وقفات مع آيات من كتاب الله واخترت واخترت لهذه الحصة بإذن الله تعالى سورة عظيمة من كتاب الله تعالى وصور الكتاب الحكيم كلها عظيمة هذه السورة هي أول سورة نزلت على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه السورة التي لم يعلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم بعد أنه سيكون نبيا ولم يعلم بعد ما معنى الوحي ولم يعلم بعد ما معنى هذا القرآن هذا الكتاب العظيم الذي سينزله الله سبحانه وتعالى عليه رحمة وهداية لجميع البشرية نبينا عليه الصلاة النبي الكريم العظيم بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى بهذا وبهذا الكتاب الحكيم ليكون رحمة للعالمين ليخرج الله عز وجل به العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ليخرج الناس من ظلمات الجهل وظلمات الشرك وظلمات الشك إلى نور الإيمان إلى نور التوحيد إلى نور اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم رسولنا الكريم حبيبنا عليه الصلاة والسلام كان في بداية أمره يخرج إلى غار في شرق مكان هذا الغار الذي عرف وعلم بغار حراه كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما ما كان عليه المشركون ما كانوا عليه من هذه العبادات وهذه الوتنية التي انتشرت واستشرت وتفشت ويرى هذه الأوتان تعبد من دون الله وكان يكرهها ويبغضها ولا يحبها وحبب إليه الخلاء أن يختلي بنفسه لما اقترب من سن الأربعين الله سبحانه وتعالى يهيئه يهيئه لهذه الرسالة العظيمة أعظم الرسالات خاتمة الرسالات ليرسله الله سبحانه وتعالى إلى خير أمة أخرجت للناس الله تعالى يعده فلذلك أبغض إليه عبادة الأوتان أبغض إليه عبادة الأصنام فكان يرى ما عليه المشركون من التقرب لهذه الأصنام والتقرب لهذه الحجارة الصخراء الصماء الصخور الصماء التي لا تنفع ولا تسمع ولا تجلب منفعة ولا تدفع مضرة فلذلك كان يذهب إلى هذا الغار فيختلفه بنفسه ويبقى في ذلك الغار مدة حتى ينتهي الزاد يذهب يعني من عند أمنا خديجة بما يكفيه لأيام فلما تنتهي تلك الأيام يعني من الزاد يرجع إلى خديجة ويتزود بمثلها تفاجأه الملك في الغار جاءه الملك في صفة رجل جاءه الملك في صفة فأمسكه وضمه ضمه إليه ضمه إليه في صدره قال حتى بلغ مني الجهد قال النبي صاصم حتى بلغ مني يعني جهدا ومشقة يعني كادت روحه تزهق فأطلقه ثم قال له اقرأ فقلت ما أنا بقاره النبي صاصم قال ما أنا بقاره فكان أميا لا يقرأ ولا يكتب قال فأرسلني ثم أمسكني التانية ضمني ضمة تانية حتى بلغ مني الجهد أي بلغ مني مشقة كادت تزهق روحي فقال لي اقرأ فقلت ما أنا بقاره ثلاث مرات وفي الثالثة ورد أن النبي صاصم قال ما أقرأ ماذا سأقرأ فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك لك رم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فكانت هذه الآيات الأولى التي نزلت على حبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرددها وفؤاده يرتجف فؤاده يرتجف ثم في القصة المعروفة أنه ذهب إلى أمنا خديجة ثم بعد ذلك ذهبت به أمنا خديجة إلى ورقة ابن نوفل ابن عمها فشرح له ورقة أن هذا هو النموس أي الملك الذي كان ينزل على موسى عليه السلام وعلى الأنبياء من قبله وبشره أنه سيكون نبي هذه الأمة وكان ورقة قد بلغ من السن ما بلغ فقال ليتني فيها جدعا إذ يخرجك قومك أي ليتني أكون شابا حين ليتني لا أزال شابا حين سيخرجك قومك فأنصرك وأعكون في صفك وأعينك مصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي الذي سنلخصه إن شاء الله في هذه الآية الجلسة ليس مضامين سيرة وإنما بدأنا بها والذي يهمنا إن شاء الله هو يعني بعض الفوائد والعبر والدروس التي يمكن أن نجنيها من هذه الصورة العظيمة أولها اقرأ نداء رباني يعني أمر من الله سبحانه وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أمته أول كلمة نزلت على الحبيب صلى الله عليه وسلم وعلى أمته اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الخمس الأولى من سورة اقرأ أولا وجوب القراءة لأن الأمر هنا يفيد الوجوب وجوب القراءة ثم وسائل القراءة يعني التعلم يعني ومن ذلك استعمال القلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أول كلمة نزلت على أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي كلمة اقرأ كلمة اقرأ وكأن فيها إشارة إلى هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنها ينبغي أن تكون أمة القراءة أن تكون أمة العلم أن تكون أمة تهتم بالقراءة وتهتم بالعلم وتهتم يعني بما يربطها بالله سبحانه وتعالى من خلال العلم ومن خلال تعلم العلم أمة محمد عليه الصلاة والسلام التي ينبغي لها أن تجهد في طلب العلم وأن تكون أمة متعلمة أمة تقود الأمم بالعلم الله عز وجل رفع يعني هذا النداء أول ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم يا أمة محمد يا أمة الحبيب يا أمة سورة اقرأ الله عز وجل أمرنا جميعا أن نقرأ أمرنا جميعا أن نتعلم أمرنا جميعا أن نعلم أمر ديننا أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نكون من أهل العلم وأن نرفع شأن العلم وأن نرفع شأن العلماء وأن يكون للعلم والتعلم نصيب في حياتنا وأن لا نهمل العلم أول صورة نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق والله أتعجب حينما أرى أمة اقرأ أمة اقرأ لا تقرأ أمة اقرأ وتجد فيها الأمي والجهل بنسبة أكثر من خمسين في المئة أكثر من خمسين في المئة من الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة صورة اقرأ لا يقرأون لا يعني يهتمون بالقراءة لا يهتمون بالكتابة لا يهتمون بالعلم مع أن العلم طريق الجنة ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فطريق الجنة طريق العلم طريق الجنة طريق الإيمان طريق الجنة طريق المحبة طريق الجنة طريق تحفه الملائكة وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع عيب كبير نقص كبير لا يليق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يليق بمن ينتسب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن لا يحارب الجهل وأن يبقى حياته كلها أميا لا يقرأ مهما كان سنك مهما كان عمرك ينبغي أن تطبق أول آية في القرآن الكريم أول كلمة في القرآن الكريم اقرأ 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 تعلم علم أولادك علم زوجتك علم أهل بيتك ابذل مالك في أن تتعلم لأن العلم يأتيك بالمال المال قد يذهب ولكن العلم أي علم من العلوم سواء العلوم الدنيا أو العلوم الدنيوية فإنها باب للخير باب لتحصيل الأرزاق باب لتحصيل الأزر عند الله سبحانه وتعالى أمة اقرأ وتجد فيها الأمية أكثر من 50% أمة اقرأ وتجد فيها الأمية أكثر من 50% بينما سمعت ربما قبل خمس سنوات أنه في اليابان اليابان يعني ألاهين من الناس في اليابان احتفلوا بوفاة آخر أمي يعني يا رجل يعني يبلغ مياه وعشر سنوات تقريبا كان آخر واحد أمي لا يقرأ ولا يكتب بمعنى أن أنهم يعني جميعهم أنهم يعني جميعهم يعني يقرأون ويكتبون أمة يعني أغلبها ليسوا بمسلمين والأولى بأن يكون فيها هذا الرقم الصيف رفل مياه دي الأمية هو أمة محمد صلى الله عليه وسلم أولى الأمم أن يكونوا متعلمين أولى الأمم أن يكونوا يحبون العلم أولى الأمم أن يكونوا على طريق العلم هو أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك أنا أحيي من هذا المقام إخواننا إخواننا المهاجرين يعني في إيطاليا وفي فرنسا وفي غيرها يعني من المدن يعني في أوروبا أنهم يجتهدون في إقامة المراكز والجمعيات لأجل تعليم أبنائهم القرآن الكريم لأجل تعليم أبنائهم اللغة العربية لأجل تعليم أبنائهم ما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى إذا كنا في البلدان الإسلامية داخل يعني أوساطنا وأمتنا نحتاج إلى أن نقرأ نحتاج إلى أن نحب اللغة العربية وأن نجتهد فيها وأن نعلمها أبنائنا وأن نحبب إليهم القرآن وأن نحبب إليهم اللغة العربية فمن باب أولى في البلدان الغربية فمن باب أولى يعني في أوروبا وفي أمريكا أن المسلمين يهتمون بإقرأ اقرأ اقرأ علم ولدك علم بنتك لأن هذه الأجيال حينما ستنشأ وهي بعيدة كل البعد عن اللغة العربية بعيدة كل البعد عن فهم القرآن بعيدة كل البعد عن فهم صورة اقرأ فسيقع لها انفصام في الشخصية ويقع لها اندطار في الهوية ويقع لها تغيير يعني لقدر الله حتى في الملة فلذلك نحن مسؤولون نحن مسؤولون على هؤلاء الأبناء أن ننقذهم باقرأ أن ننقذهم بالقراءة أن ننقذهم بالكتابة أن ننقذهم بحفظ القرآن الكريم والحمد لله أنا يعني استمشر خيرا حينما أجد عندنا هنا في بعض المدارس القرآنية في مدينة سلاة شبابا يعني ولدوا في أوروبا منهم من ولد في فرنسا منهم من ولد في إيطاليا ويأتون يعني في العطلة الصيفية ويلتزمون الكتابة ثلاثة أشهر حتى يحفظ يعني خمسة أحزاب أو ستة أحزاب أو عشرة أحزاب ومنهم من واصل يعني المسيرة يعني سنوات عدة حتى ختم القرآن حتى ختم القرآن كاملا يعني في العطل هنا ثم هناك يعني في أوروبا أيضا في المراكز الإسلامية وفي المدارس الإسلامية لأنه يشعر هذا الطفل وهذا الولد يجب أن نشعره وأن نحسسه بالمسؤولية حتى الجيل دينا دينا خمسين عام وستين عام ما حال بقلينا في هذه العمر يا راه الشيب ظهر الله تعالى قال أولا بنعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير النذير أي قيل الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل الشيب يعني الشيب غزى رؤوسنا فلندرك الجيل القادم الجيل الآتي بماذا بإقرأ إقرأ 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 باسم ربك الذي خلق خذوا تعلموا تعلموا القراءة تعلموا الكتابة ليجعل كل واحد مننا عالما أو متعلما فقيها أو تفقها تاجرا أو عاملا أو صانعا أو مسؤول شركة أو موظف أن يجعل وقتا للعلم والتعلم حتى هنا يعني الحمد لله يعني الناس الذين شعروا بأهمية يعني محاربة الجهل ومحاربة الأمية ظهر فيهم خير كثير وعندنا نمادج يعني في كثير من المدارس هنا يعني راجل مثلا بلغ ستين سنة تقاعد تقاعد في ربما في الجيش يعني كان يعني عسكري وتقاعد في سن خمسة وخمس سنة وبعد ذلك بدأ يحارب الأمية تيمشي للمدرسة وتيقرأ وتتعلم القراءة ويتعلم الحروف ويتعلم شيئا فشيئا كان عنده رغبة كان عنده هم بغي أنه يحفظ القرآن الكريم وبغي أنه كيفاش أنا كان حل المصحف وما كان عارفش من القرآن وعدد من الناس يعني يقرؤون القرآن والآن أنا كيسولني ناس الآن أنا من أغرب الأسئلة من أغرب الأسئلة أن الناس يقولون أنا لا أحفظ شيئا أحفظ أربع صوار وأريد أن أصلي التراويح مع زوجتي ومع بناتي ومع يعني الولادي الصغير لا يحفظ شيئا فكيف سأقرأ يقولك اقرأ من الكتاب أو اقرأ من الجوال يقولك حتى الجوال لا أعرف أن أقرأ منه وحتى المصحف لا أعرف أن أقرأ منه فيضطر يعني لكي يصلي التراويح أنه يقرأ هذه الصور الأربعة ويكررها في جميع الركعات إلى أن يختيب لا ينبغي هذا أيها المسلمون ينبغي أن أن نجسد هذه الصورة حقيقة أن نجسد هذه الصورة حقيقة في أنفسنا وفي أبلائنا وأن نحمل الهم لهذه الأمة وانا قلت هذا المثال هذا النموذج الذي ذكرت لكم لكي لا يقول لا يقول إنسان أنا عمري يعني كبير ولا أستطيع أن أقرأ ولم يعود يعني كما يقولون المغربة بالدريجة لقرض الشرف ما يتعلم لأننا يتعلم هذا الشهدت في العلم عندما يتعلق الأمور بالدنيا وهذه التقنيات وهذه الجوالات وهذه الآليات الجديدة كل شيء يعرف لها كل شيء يخدمها كل شيء يتفرج فيها وكل شيء يشوف فيها وكل شيء يعني الكبير حتى لي عنده سبعين سنة يتعلم الواتساب ويتعلم الوسائل التواصل ولما يقول أجف لانتحفظ القرآن يقول كاو تقرد الشرف ما يتعلم ما بقاش عندي العقل هذا العسكري الذي ذكرته لكم عسكري فعلا عسكري لما كان جنديين وعسكري لما خرج من التقعد عسكري مع القرآن في ظرف يعني اربع سنوات حاول انه يختم القرآن تعلم اللغة العربية حارب الامية حارب الجهل وقرأ وكتب واجهد حتى حفظ القرآن الكريم المسألة ليست صعبة يا اخوان والله اشحال لي الفراء كان ضيعوه وشحال لي الوقت كي يمشي لنا اشحال لي الاوقات لما كان نرجع البيت يعني بين الدخول ديالي للبيت واللحظة اللي كان نعز كتلقى احيانا ربعات الساعات خمسات الساعة هذه كربعات الساعات يعني ما فيها شقع شي فارغ ما فيها شقع شي وقت اللي نهز القرآن ونهز المصحف ونقرأ ونتعلم ولا نمشي لمركز الإسلامي ولا نمشي للمشي ونتعلم ونكتب الى كانت عندي رغبة اذا كانت عندي فعلا رغبة قوية فانني سأصل الى يعني الحمد لله الى خيري كثير اذا انا وقفت هذه الوقفة الطويلة نوعا ما مع هذه الكلمة اقرأ علاش لانها اول كلمة نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم وما زالت الامة لم تجسدها فإن لك امة ما زال ما جسدتش هذه الكلمة ديالا اقرأ اللي هي اول كلمة فماذا نقول في ست الحزب التي بعدها اقرأ باسم ربك الذي خلق اولا تبدأ بسم الله مش يعاولك الله تقرأ بسم الله لكي يعينك الله تقرأ بسم الله لكي يعينك الله سبحانه وتعالى على القراءة تقرأ بسم الله لكي يعينك الله تعالى يعني على التذبر تقرأ بسم الله لكي يعينك الله تعالى على الاستمرارية الاستمرارية را كي يبدأ اسبوع اسبوعين ويخبط كي يكون فيه واحد شو يديل توقض وشو يديل الشهاد الاسابيع الاولى وبعدين يخبو لا اقرأ بسم الله على بركة الله وبسم الله ودير برنامج يعني برنامج يعني يكون متكامل لكي تكون إن شاء الله من الفالحين لكي تكون إن شاء الله من الناجحين في حفظ القرآن وفي تعلم اللغة العربية إلا حفظنا اللغة العربية وحفظنا القرآن لا تخشى علينا شيئا ولا تخشى أبنائنا شيئا ولا تخشى على الأجيال القادمة شيئا ما دام فيها القرآن وما دام فيها أهل القرآن وما دام فيها حفظة القرآن الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق الله تعالى أرجعنا إلى أصل الخلقة النطفة علقة ثم مضغة هذه الخلقة اعرف أصلك وأن الله تعالى أخرجك إلى هذه الدنيا لا تعلم شيئا فأراد منك أن تتعلم أن تتعلم يعني أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئذات وسائل العلم السمع البصار القلب القلب أول ينسرح القلب ينفتح القلب للعلم راه إلى من فتح القلب وخا تخدم المكالبة أش كتسمع كتسمع مخاطبكم لا يجد مخاطبكم لا يستجيب لأن القلب غير مفتوح إلا ما كيش الرزو إلا ما كيش شبكة وخا تحل ودن وتحل العين لا يدخل القلب إذا فتح القلب تنفتح سائر الأعضاء ويدخل العلم ويترصخ ويترصخ العلم كذلك لنثبت به فؤادك يعني القرآن يثبت الله تعالى به الفؤاد ويكون سببا للخير الكثير اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك لك رم الذي علم بالقلم أول مخلوق خلقه الله تعالى هو القلم أول مخلوق قبل أن يخلق السماوات والأراضين والجبال والإنسان وآدم عليه السلام والملائكة أول مخلوق خلقه الله القلم خلقه الله تعالى فقال له أكتب فقال ما أكتب قال أكتب مقادير الخلائق إلى أن تقوم الساعة أكتب مقادير الخلائق إلى أن تقوم الساعة فهذا المخلوق الأول الذي خلقه الله عز وجل هو مفتاح العلم أول وسيلة من وسائل العلم أن يتعلم الإنسان كيف يكتب كيف يقرأ كيف يحب مجالس العلم كيف يحب مجالس الخير كيف يكون من العلماء الراصخين الدنيا ملعونة ملعون ما فيها هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله أو عالم يعني في إحدى هذه الثلاث رأت تتعرض للعنة أو الله تعالى السلامة والعافية فكن من أهل القرآن أو كن من أهل العلم أو كن من المتعلمين ما سوى هذا فلا يجدي نفعا الخبز كل شيء غادي يعني الوسائل الحمد لله ديالي عايش كل شيء غادي يوصل لها كل شيء يدير الأسباب كل واحد يجتهد ولكن نوصي أنفسنا ونوصي إخواننا ونوصي إحبابنا بأن نكون من المتعلمين من العلماء أو من المتعلمين أن نكون في طريق العلم لأن هذه الحياة لا تحلو إلا بالعلم لا تحلو إلا بالعلم ولذلك قال سيدنا معاذ بن جابل رضي الله عنه كان من علماء الصحابة معاذ بن جابل من علماء الصحابة وشهد له النبي صاصة بالعلم شهد له بالقرآن أولا ثم شهد له بالفقه والعلم تانيا شهد له النبي صاصة بالقرآن أولا حيث قال خذوا القرآن عن أربعة بغيت القرآن سيروا عند ربعة أربعة كي يقرأوا القرآن كأنه أنزل تلك اللحظة أبي بن كعب معاذ بن جابل عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حديفة إذن شهد له أنه من الأربعة الذين يحفظون القرآن حفظا جيدا وتاما وكاملا وشهد له بالعلم حيث قال أعلم أمتي شوف أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جابل أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جابل هذا هو معاذ رضي الله عنه فماذا كان يقول لما حضرته الوفاة اقترب أجله شعر بدنو أجله قال والله ما كنت أحب ما كنت أحب الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار أي ما كنت أحب أن يطول عمري في هذه الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولكن لمكابدة الهواجر ومزاحمة العلماء بالرقد يعني قال أمور ديال الدنيا كانت لا تهمني لا يهمني أن يكون عندي أشجار وفيرمات وفيلات وضيعات ولكن كنت يعني لما جاه الأجل هو عمره ثلاثين سنة تقريبا يعني مات شاب مات في واحد الطاعون مات في طاعون في زمان عمر يسمى بطاعون عمواس مات في ذلك الطاعون وهو قريب من ثلاثين سنة وهو لا يزال شابا قال لو لو تمنيت أن يطول عمري فأعيش ستين أو سبعين لا للدنيا ولا لا لا اكتساب الطروات والأموال ولكن لمكابدة الهواجر يعني الصيام في طلب العلم ومزاحمة العلماء ومزاحمة العلماء بالركب أي أن أكون عالما أو متعلما هذا هو الذي كان معاذ بن جبل يتمنى لو طال عمره لأجله ولكن شاء الله عز وجل أن يموت هذا الجبل هذا الجبل من العلم أن يموت وهو قريب ثلاثين سنة ولما دفن وصل عليه عمر بن الخطاب رضي الله وتعالى عنه قال لقد دفن اليوم علم كثير لقد دفن اليوم علم كثير لم يستشعر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم دفنوا رجلا أو دفنوا جتة رجل وإنما قالوا لقد دفن اليوم علم كثير لأنه أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يأتي معاذ يوم القيامة بين يدي العلماء بخطوة يسبق العلماء معاذ سيد العلماء أحاديث كثيرة عن هذا الرجل فلذلك المقصود ما الذي جعله في هذه الرجل إنه العلم ومزاحمة العلماء والحرص على تعلم العلم والحرص على هذه تطبيق هذه الآيات الخمس الأولى التي نزلت من سورة العلق بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فاحرصوا على رفع الجال يحرصوا على رفع الأمية بكتاب الله تعالى بتعلم العلم فهذا طريق الجنة وهذا طريق الخير نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا أن يعلمنا وأن يعلم أبناءنا وزوجاتنا وإخواننا وأحبابنا وجميع المسلمين والمسلمات ما ينفعهم وما يقربهم إلى ربهم نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن يجعلنا من العلماء العاملين النافعين وأن يفقنا لمن يحب وارضاء الله مغفر لنا وارحمنا وغفر لوالدنا وارحمهم وغفر لما شيخنا ولمن علمنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين